نبقى في تعز حيث نفذ موظفون متعاقدون في المستشفى العسكري اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية لمطالبة السلطة المحلية بالضغط على الجهات المعنية بصرف التعزيز المالي الخاص بهم نعم تأتي الوقفة بعد مرور ستة سنوات من العمل في المشفى دون أي مخصصات أو رواتب يتلقاها الموظفون المتعاقدون وقال المحتجون في تصريحات لقناة يمن شباب أن تنظيم هذا الاحتجاج جاء بعد أن طفح الكيلو من الإهمال المتعمد لقضيتهم مشيرين إلى أن أمر الصرف قد تم استصداره قبل أشهر وطالبوا بتنفيذ مضامينه حرقنا اليوم المطالبة بالتعزيز المالي نحن نعمل في المستشفى العسكري منذ ست سنوات دون تعزيز مالي لدينا أرقام عسكرية لم ينظر إلى قضيتنا إلى اليوم نطالب محافظة المحافظة بمتابعة الجهاد ذات العلاقة بإصدار التعزيز المالي لنا نحن الآن ست سنين بالمستشفى العسكري نشتغل من غير رواتب معنا لا مواصلات ولا أي شيء يدعم نحن نحفز نحن نروح نشتغل غير من الأمانة الوظيفية بس إلى متى بنستمر كذا يعني لنا ست سنين معقول يعني بنلس أكثر من كذا ما فيش أي حلول نحن قينا هنا نطالب بس تعزيز المال فقط لا غير مطلبنا الرئيسي ووصولنا إلى هنا نحن نطالب بحق راتب وتعزيز مالي لنا ست سنوات ونحن نشتغل بكل أمانة في المستشفى ولا يوجد لدينا أي داخل غير هذا التعزيز المالي الذي لم نحصل على منذ ست سنوات ومعنا أوامر بالتعزيز المالي ولكن لا حد الآن ولم يتم النظر إلى قضيتنا ولا صرف تعزيزنا وكل واحد عنده مسؤولية ترجمة نانسي قنقر